في هضبة التبت تعيش الحمير البرية هذه المخلوقات المثيرة التي تتميز بقوتها وتكيفها الرائع مع الظروف الطبيعية القاسية تتمتع هذه الحيوانات بجسم متين وأرجل قوية تجعلها تنتقل بسهولة في المناطق الجبلية يعود تكيفها مع البيئة الجغرافية والمناخ البارد إلى شعرها الكثيف الذي يوفر لها حماية من البرودة تتحدى الحمير البرية الظروف القاسية بشجاعة ولديها قدرة مذهلة على التكيف مع الحياة في هضبة التبت يرجع ذلك إلى قوة عضلاتها وقدرتها على الرقد والتحرك بسرعة في التضاريس الوعرة بالإضافة إلى ذلك فإن حواسها القوية تجعلها قادرة على اكتشاف وجود الحيوانات المفترسة مما يجعلها قادرة على مواجهة التحديات بفعالية تتميز هذه الحيوانات بطبيعتها الاجتماعية والتعاونية مما يجعلها قوية في مواجهة الذئاب وغيرها من المفترسات إن تكيفها المذهل مع الظروف البيئية القاسية يعكس مدى قوتها وقدرتها على الصمود في مواجهة التحديات بالنسبة للطول تتراوح حمير التبت البرية في المتوسط بين 1.2 من 10 متر إلى 1.4 من 10 متر عند الكتف مع ذيل يمكن أن يصل إلى حوالي 45 إلى 60 سنتمتر تظهر هذه الأبعاد المعقولة للحمير تكيفاً جيداً مع البيئة الجبلية التي تعيش فيها فيما يتعلق بالوزن تزين حمير التبت البرية في المتوسط ما بين 200 إلى 300 كيلوغرام وقد تكون الإناث أخف قليلاً من الذكور يعتبر هذا الوزن والقوة البدنية أموراً حاسمة لقدرة الحمير على التحرك في المناطق الوعرة ومواجهة التحديات البيئية يتميز جسم حمير التبت ببنية عضلية قوية تساعدها في الصمود ضد الظروف القاسية تمتاز أرجلها بالقوة والمتانة مما يجعلها قادرة على التنقل بسهولة في التضاريس الجبلية الوعرة يلعب شعرها الكثيف والمتين دوراً هاماً في حمايتها من البرودة المفرطة في المناطق العالية علاوة على ذلك تتمتع حمير التبت بشخصية قوية وسلوك مستقل تتكيف مع محيطها بشكل متقن وتظهر ردود فعل ذكية في مواجهة التحديات قدرتها على التكيف مع الظروف البيئية الصعبة تجعلها حيوانات قوية ومثالية للعيش في البيئات الجبلية الشاقة من المعروف أن الذئاب من أقوى الحيوانات المفترسة والتي تصطاد في مجموعات وتتعاون فيما بينها لإصطياد الفريسة فهي حيوانات قوية وشرسة تستغل أي فرصة لمهاجمة فريستها والانقضاض عليها في هذا المقطع نشاهد لحظات استثنائية لسلوك الذئاب الحيوانات المفترسة القوية والمنظمة يتميز الفيديو بتصوير فريد لسلوك الذئاب أثناء استيادها والتعاون فيما بينها لتحقيق الهدف المشترك تظهر الذئاب في عمل جماعي مذهل حيث يتم التنسيق فيما بينها ببراعة لمهاجمة فريستها بشكل فعال يظهر الفيديو استراتيجيات الصيد المتقدمة التي تمكن الذئاب من التفاعل بشكل منظم والعمل كفريق واحد للسيطرة على الفريسة شاهدوا كيف استطاع أحد الذئاب الإمساك بأحد الحمير البرية ولكن قوة الحمار جعلته يفلت من موت محقق في هذا الفيديو المثير نشاهد لحظات مثيرة من مواجهة حمار بري وذئبين يحاولان مطاردته وخلال المطاردة يظهر الحمار برشاقته وقوته في التحرك عبر الطبيعة الوعرة يتعثر الحمار قليلا لكنه يستعيد سرعته ويواصل هروبه بشكل مدهش في لحظة ذكية ومثيرة يقترب أحد الذئبين أكثر من الحمار مما يشكل تهديدا مباشرا يظهر الحمار ردة فعل رائعة بتوجيه ضربة خلفية قوية إلى الذئب مما يثبت أن حمير التبت البرية ليست ضحية سهلة هذه اللحظة قد تجبر الذئب على إعادة التفكير في قراره بمهاجمة حمار بري في المستقبل نشاهد في هذا الفيديو لحظات درامية لمجموعة من الذئاب وهي تهاجم إحدى الحمير بشكل متناغم وفعال يتميز الفيديو بتسجيل لحظات مثيرة حيث يقوم الذئب بالانقضاض على الحمار والمحاولة الشرسة للإمساك به وفي حين أن الذئاب تظهر بشراسة وتنظيم عالي يأتي الغريب في نهاية الفيديو الحمار بطريقة غير متوقعة وعجيبة يتمكن من الهروب والابتعاد عن فك الذئاب ما يضيف للمشهد جوا غريبا وفريدا في هذا الفيديو نشاهد لحظة مهاجمة إحدى الذئاب لحمار ولكن يبدو ظهور أحد البشر في الساحة أثر على الذئب بشكل كبير حيث يظهر الذعر والخوف في تصرفاته فالذئب الذي كان يعتزم مهاجمة الحمار يتراجع بسرعة عندما يلاحظ وجود الإنسان في هذا الفيديو المثير نشاهد تحديا جديدا يواجه الحمير البرية حيث تكون الذئاب ليست الخصم الوحيد يظهر نمر يتربص بإحكام بأحد الحمير البرية مستعدا للانقضاض عليه النمر كوحش مفترس قوي يستخدم سرعته لمهاجمة الحمار مع تقدم الفيديو نشهد لحظة مثيرة حيث ينجح الحمار في الهروب من قبضة النمر ويبدأ في مطاردته يوضح هذا الفيديو مدى قوة الحمار البري وسرعته في هذه المواجهة المثيرة ترجمة نانسي قوة الحمار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة